حيث تجددت المعارك في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفورج أذلك إثر هجوم نفذته قوات الدعم السريع من عدة محاور تصدت له قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات وبحسب القوة المشتركة أيضاً للحركات المتحالفة مع الجيش فأن قواتها تصدت لمعركة وصفتها بالشريسة طوال ساعات حاولت خلالها قوات الدعم السريع الهجوم على الفاشر من ثلاثة محاور توقع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عغار توقع انهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام يأتي تصريح عغار في ظل تكثيف الجيش غاراته الجوية على قوات الدعم السريع في معظم المدن وكان نائب قائد القوات المسلحة ياسر العطاء قد كشف عن دخول أسلحة نوعية جديدة في المعارك معتبراً أن ذلك سيحدث تحولاً كبيراً على حد تعبيره سياسياً وجغرافياً تكتسب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أهمية استراتيجية كبيرة في الحرب المتصاعدة بين طرفي الصراع الجيش السوداني والدعم السريع المزيد حول أهمية هذه المدينة في التقرير التالي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تقع جنوب غربي السودان بموقع استراتيجي يدفع كل الأطراف المتحاربة لوضع أعينهم عليه يمكن الوصول إلى الفاشر من مدن شمال السودان وبالتالي فهي تعتبر المدخل الوحيد لقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء بورت سودان ومنها يتم نقل المساعدات إلى بقية أرجاء الإقليم في بداية اندلاع القتل تم تكوين قوة من مجموعة من الفصائل المسلاحة في الفاشر الموقعة على اتفاق السلام التاريخي الذي أبرم عام 2020 في جوبا مع الحكومة المدنية الانتقالية لكنها اتخذت الحيادة في الحرب من أجل حماية النازحين ما منع الدعم السريع من مهاجمتها لكن مؤخرا بعض هذه الحركات تخلت عن الحياد وانضمت لصفوف الجيش السوداني ما أدى إلى اشتعال القتال في محيط المدينة تتجه أنظار الدعم السريع إلى الفاشر بشكل خاص باعتبارها المدينة الوحيدة خارج سيطرتها وتحت سيطرة قوات الجيش خاصة وأنه منذ بدء الحرب أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على 80% من إقليم دارفور حاليا تتوق قوات دعم السريع مدينة الفاشر ما يشير إلى احتمال شن هجوم وشيك عليها الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة للتحذير من أن وقوع هجوم في المدينة سيكون له عواقب وخيمة على سكان المدنيين وقد يتسبب في اندلاع حرب أهلية قبل الحرب كان يعيش في الفاشر نحو 500 ألف نسمة تقريبا لكن نتيجة لموجات النزوح جراء الحرب انضم ما يقارب 300 ألف آخرين إلى المدينة ووسط مخاوف الهجوم المحتمل تحذر الأمم المتحدة من أن 800 ألف شخص يعيشون في الفاشر معرضون للخطر إذا تصاعد العنف من القاهرة عبر الأقمار الصناعية ينضم إلي السيد طاهر المعتصم الكاتب والباحث السياسي السوداني أهلا بك معنا سيد طاهر أبدأ معك بهذه التطورات مالك عقار قال بأن الحرب ستنتعي خلال ثلاثة أشهر على ماذا تبنى اليوم هذه التقييمات الوضع العسكري والميداني التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات يعني برأيك اليوم ما هو المحرك الأساسي لهذه التصريحات تحياتي لك سيدتي وللمشاهدين الكرام السودانيين منذ انطلاق هذه الحرب في 15 أبريل 2023 ودائما ما تصدر تصريحات عن قرب انتهاء الحرب نذكر هنا تصريحات الفريق ياسر العطاء عندما تحدث عن أن الحرب لن تستمر لمدة أسبوعين وعدد من التصريحات التي تتحدث عن نهاية الحرب الآن السيد مالك عقار يتحدث عن ديسمبر القادم على بعد حوالي ثلاثة أشهر ربما هناك خلف الأكمة تطورات في المواقف التفاوضية إمكانية الوصول لاتفاق خصوصا أننا رأينا زيارة نائب الأمين العام للأمم المتحدة قبل بضع أيام ومدير منظمة الصحة العالمية ربما هذه إمكانية وجود مفاوضات سرية وفي أمامنا هناك تزعيد عسكري وقد تعودنا دائما عندما تكون هناك مفاوضات يكون هناك تزعيد أعلى فربما المثارين مع بعضهم ربما هناك مثار لعودة لتفاوض مع مثار لمحاولة التغدوم العسكري بهذا الإطار الجيش يقول بأنه منع عمليات للدعم السريع في الفاشر واجهها وقام بأيضا قتل أكثر من ثمانين شخصا من الدعم السريع هم أيضا من القيادات في قوات الدعم السريع هذه التطورات على أرض الواقع أو في الميدان كيف تنعكس اليوم على تطورات الحرب ومسارها؟ يعني إلى أين تتجه الأمور؟ مدينة الفاشر ظلت منذ شهور تتعرض لهجوم والحصار من الدعم السريع ودائما ما كان الفاشر عصية على اختحامات الدعم السريع الجديد في الأمر أن قيادات معروفة من قوات الدعم السريع تزغط سريعة على أبواب الفاشر الدعم السريع كقوة غير منظمة تعتمد على الغيادات الغبلية والغيادات البيدانية بصورة واضحة وليست بطريقة مؤسسية كالجيش مثلا يمكنه أن ينتج بطريقة مؤسسية غياداته بتراتوبية الدعم السريع من الصعوب عليه كل ما فقد أحد من غياداته الميدانية التي يعتمد عليها يحدث له ضرر كبير جدا أيضا بالأمس هذه المعارك تحديدا من متابعتنا كان الجديد فيها أن الفرغة السادسة أو القوات الجيشة الموجودة في مدينة الفاشر غد انفتحت وخرجت بصورة واضحة جدا لحسم هذه المعاركة رغم أن المعارك كانت تنطلق منذ وقت مبكر ولكن كانت نقطة التحول خروج الفرغة الموجودة في الفاشر إضافة إلى الطيران على العموم الفاشر هي المحطة الأخيرة في ولايات دارفور التي يحافظ عليها الجيش السوداني وهي الولاية الأخيرة التي يبحث الدعم السريع عن بسط سيطرته بصورة كاملة تستمر المعارك فيها رغم التحذيرات الأممية رغم الأوضاع الإنسانية السيئة لكن للأسف الدعم السريعي يصر على أن يدخل الفاشر ويفشل في كل مرة انتلاقا من هذه النقطة هل نستطيع القول بأن الفاشر اليوم تشكل نقطة حسن في المعركة على الأرض نعم أهمية الفاشر الجغرافية إذ أنها ملتغى طرق لعدد من الدول الأفريغية دول الجوار الأفريغي بالتالي يتمكن خطوط الإمداد من أن تنطلق بصورة كبيرة جدا أيضا فيها مطار أيضا المكونات الغبلية الموجودة فيها كل هذا يجعلها نقطة مهمة جدا وإذا لا قدر الله استطاع الدعم السريع أن يقوم بدخولها فقد بسط سيطرته بالكامل على كل ولايات دارفور وهذا الأمر فشل فيه طيلة هذه الأشهر من الناحية الأخرى الجيش والقوات التي تدافع على الفاشر تدرك تماما أهمية الفاشر في مخطط بسط سيطرة الدعم السريع وفي خطوط الإمداد لذلك تستميد في الدفاع عنها أشكرك جزيلا شكر سيد طهر المعتصم الكاتب والبحث السياسي السوداني كنت ضيفي مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا على وجودك معنا في المشهد السوداني مجموعة من المبادرات الدعية إلى وقف إطلاق النار والانخراط في المفاوضات تمهيدا للوصول إلى حل سياسي أبرز هذه المبادرات في التقرير التالي منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العام الفائت برزت العديد من الدعوات والمبادرات الداعية إلى وقف القتال أبرز تلك المبادرات الوساطة السعودية الأمريكية التي عرفت فيما بعد باتفاق جدة حيث دعت إلى أهمية وقف إطلاق النار بشكل كامل وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة إضافة إلى التزام الطرفين المتحاربين بحماية المدنيين كشرط أساسي والالتزام بسيادة السوداني ووحدة أراضيه كما برز إلى الواجهة مؤخرا اتفاق أطلق عليه اتفاق المنامة وقد وقعه نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي والقائد الثاني لقوات دعم السريع عبد الرحيم دقلو نص الاتفاق الذي تضمن 22 بندا على تكوين جيش وطني مع الدعم السريع والقبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتفكيك أركان النظام السابق ونص الاتفاق على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني سودانية برزت كذلك على خارطة المبادرات الدعية إلى إنهاء الحرب في السودان مبادرة مشتركة بين رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين حيث طرحت جملة من البند أبرزها وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات كما تقترح اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما بين الجيش والدعم السريع لإفساح المجال لإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة ظهرت كذلك مبادرة أخرى لوقف الصراع في السودان وهي مبادرة أيجاد وتلخصت في تمديد الهدنة وصولا إلى إيقاف القتال وإفاد ممثلين لطرفي الصراع إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للتفاوض حول تفاصيل المبادرة بدوره أعلن الاتحاد الإفريقي بعد شهرين من اندلاع القتال عن خريطة طريق لحل الصراع بالسودان تضمنت وقفا فوريا ودائما للأعمال العدائية وحماية المدنيين واستكمال العملية السياسية الانتقالية بالإضافة إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر